لم يكن سفاحا عاديا انه حفيد السفاح الاكبر جين كيز خان الذي اباد الملايين في سبيل بناء امبراطوريته العظيمة التي امتدت من المحيط الهادئ الى بحر قزوين ثم جاء خلفاؤه ليكملوا مسيرته وعلى رأسهم حفيده هولاكو الذي اثار الرعب في جامع انحاء العالم الاسلامي خاصة بعد ان تمكن من اسقاط الخلافة العباسية التي استمر قرابة خمسمائة عام وقتل من اهالي بغداد حوالي مليون انسان واباد حضارة عظيمة بتدميره اعظم مكتبة على وجه الارض في ذلك الزمن التي كانت متمثلة في مكتبة بغداد حتى استحق ذلك المخرب لقب عدو الحضارة عن جدارة في فيلم الوثائقي هذا سنعرض لكم سيرة السفاح هولاكو منذ بداية غزواته مرورا باسقاطه للخلافة العباسية مسلطين الضوء على معركة عين جالوت لتنتهي قصتنا بوفاته ابقوا معنا للنهاية الحياة قصيرة لم استطيع ان اغزو العالم باكمله عليكم ان تفعل ذلك كانت تلك هي وصية جينكيز خال ابنائه الاربعة بعد ان ترك لهم امبراطورية شاسعة مهيبة الجانب وبالفعل لم يقصر خلفائه في تنفيذ وصيته فبعد وفاة تولوي خان ابن جينكيز خان تولى ابنه مونكو خان حكم المغول عام 1251 للميلاد بعد سلسلة من الصراعات على الحكم بين افراد البيت المغولي وبعد ان استقرت الاوضاع في الامبراطورية المغولية قرر استئناف ما بدأه اسلافه في توسيع رقعة الامبراطورية فبعث اخاه الاوسط قوبلاي خان الى اقاليم الصين الجنوبية لغزوها في حين ارسل اخاه الاصغر هولاكو خان الى ايران فغادر هولاكو منغوليا على رأس جيش كبير قوامه 120 الف جندي تقريبا الى ايران وبعد معارك عديدة مع افراد الطائفة الاسماعيلية تمكن هولاكو اخيرا من الاستيلاء على معظم قلاع الاسماعيلية عام 1256 للميلاد والقى القبض على امامهم والذي تم ارساله الى منغوليا فاعدم هناك وتبع ذلك مذبحة شاملة لاتباعه فلم تقم للطائفة قائمة بعد ذلك كانت الوجهة التالية لهولاكو هي بغداد عاصمة الخلافة العباسية التي تتمتع بشعبية كبيرة بين المسلمين فارسل الى الخليفة العباسي المستعصم بالله عام 1257 يطلب منه الدخول في طاعته وتسليم المدينة مهددا اياه بالويل والثبور وعظائم الامور اذا رفض الخضوع للمغول وعلى الرغم من سمعة المغول السيئة التي لاحقتهم في كل مكان وطئته اقدامهم وبالرغم من ضعف الدولة العباسية ناهيك عن الخلافات العنيفة التي كانت تهدد كيانها الا ان الخليفة رفض الانصياع لمطالب المغول وهكذا قرر هولاكو تسيير جيشه لاخضاع المدينة بالقوة لتبدأ بدالك نهاية الخلافة العباسية لم يكن اجتياح المغول لمدينة بغداد اجتياحا عاديا ففي الوقت الذي لم يهتم فيه الخليفة العباسي بتكوين جيش قوي موحد لمواجهة المغول كان هؤلاء قد اعدوا العدة لغزو بغداد بموجب خطة وضعوها باحكام حيث بدأ المغول حصار المدينة من جميع الجهات ومنع اهلها من الهروب باي وسيلة ممكنة وبعد ايام من القصف والحصار والمعارك غير المتكافئة استسلمت بغداد في فبراير من عام الف ومئتين وثمانية وخمسين فدخل المغول المدينة ودمروا ونهبوا وقتلوا عشرات الالاف من الابريا واستمرت المجازر لايام طويلة حتى امتلأت الشوارع بالجثث واصبحت المدينة نتنا بسبب ذلك الى درجة الطر معها هولاكو الى ان ينتقل الى منطقة لا تهب الرياح تجاهها في المدينة وقتل المغول كبار العلماء والفلاسفة والائمة وهدموا عشرات المساجد والقصور والمستشفيات واحرقوا الاف الكتب العظيمة الموجودة في مكتبة بغداد التي كانت تحوي عصارة فكر المسلمين في اكثر من ستمائة عام والمكتبات الاخرى ورموا الجزء الاعظم منها في نهر دجلة حتى تحول النهر الى اللون الاسود من اثر مداد الكتب حيث قيل ان الجندي المغولي كان يعبر فوق عشرات الالاف من المجلدات من ضفة الى ضفة اخرى وبعضهم خلع اغلفة الكتب الجلدية وحولها الى صنادل اما الخليفة العباسي فكانت نهايته مأساوية فقد لفه المغول في سجادة ودهسوه بخيولهم كما هي عادتهم في اعدام الملوك والامرع ولم يترك المغول المدينة الا بعد ان تحول معظمها الى ركام كان لسقوط بغداد وقع اليم في نفوس المسلمين في كل انحاء العالم حتى ظنوا ان الساعة اتية لهول ما جرى في بغداد على يد المغول الذين لم يكتفوا بكل ما فعلوه بل توجه هولاكو بجيشه الى بلاد الشام ونجح بالتعاون مع الممالك الصليبية في اسقاط ميافارقين بعد عامين من الحصار ثم تجه نحو ماردين فحاصرها لمدة ثمانية اشهر حتى سقطت بدورها في يده كما نجح المغول في الاستيلاء على الرهى والبيرى وحران ونصيبين ثم تقدم لمحاصرة حلب حتى سقطت في يده وارتكب جنوده مجازر مروعة في حق الابريا وبعد حلب سقطت قلاع حارم والمعرة وحمص كما جاء في كتاب اشرار التاريخ اصبح الطريق مفتوحا امام المغول الى دمشق خاصة بعد ان فر السلطان الناصر يوسف الايوبي بمجرد علمه باقتراب التار فسلم اهالي دمشق المدينة للمغول بعد ان وصل الى مسامعهم ما حل بحلب بسبب مقاومتهم للغزات طالبين منهم الامان وهكذا سقطت دمشق في فبراير عام 1260 وانتهى بذلك الحكم الايوبي لسوريا كانت الوجهة التالية للمغول هي مصر فارسله لاكو رسالة الى سلطان المماليك سيف الدين قتز يأمره بتسليم مصر وان لا كان مصيره مثل مصير من حاول مقاومتهم وامام تلك اللهجة المتعجرفة وتهديد المستفز رد قتز بقتل رسل المغول وهكذا قرره لاكو الاستيلاء على مصر بالقوة لكن كان للقدر رأي اخر فبسبب وفاة منكا خان اضطر هلاكو الى العودة الى ايران لترتيب شؤون الحكم في الامبراطورية المغولية تاركا امر جيشه لنائبه كاتبغا لغزو مصر من جانب اخر خرج قتز لملاقات المغول عند سهل عين جالوت بفلسطين والتقى الجيشان في معركة حامية الوطيس في الخامس والعشرين من رمضان عام 658 فكان النصر فيها للمصريين الذين تمكنوا من ايقاف التمدد المغولي الجارف الذي استمر لمدة اربعين عاما متواصلة واستطاعوا بفضل القائد الشجاع قتز انقاذ العالم الاسلامي من خطر المغول الذين داقوا طعم الهزيمة لاول مرة في تاريخهم سادت الفرحة ارجاء العالم الاسلامي عاقب انتصار المسلمين في معركة عين جالوت وبعد انتصاره على المغول في فلسطين ارسل قتز جيوشه بقيادة الظاهر بي بارس لتحرير مدن بلاد الشام من ايدي المغول فحرر دمشق وحمص في غضون اسابيع وقبل ان يصل الى حلب فرت جيوش المغول دون قتال وهكذا اعاد قتز توحيد بلاد الشام ومصر مجددا كان ذلك لاول مرة منذ عشر سنوات منذ ان كانت متحدة في زمن الدولة الايوبية بقيادة نجم الدين ايوب وامام تلك الهزيمة المنكرة التي لحقت بالمغول قرر هولاكو الثأر من المصريين فارسل حملة الى بلاد الشام لكنه سرعان ما تعرض للهزيمة بالقرب من حمص ولم يتمكن هولاكو من شن المزيد من الهجمات على الاراضي الاسلامية خاصة مع الصراعات التي سادت البيت المغولي فقد اسلم برغا خان ابن عم هولاكو وزعيم القبيلة الذهبية المغولية ليتبعه معظم ابناء قبيلته وبعد اسلامه عمل على نصرة المسلمين حتى ان المجازر التي تعرض لها المسلمون لم تتوقف الا بفضل جنود هذا الاخير وهكذا نشب الصراع بين هولاكو وبرغا خان لتتوقف عمليات التوسع المغولية اخيرا وقد استمر الصراع بينهما حتى وفاته هولاكو عام الف ومائتين وخمسة وستين وهو في الثامنة والاربعين من عمره وبهذا اصدل السطار على عهد الارهاب في حق المسلمين نأمل ان يكون المحتوى قد نال اعجابكم كما نرجو منكم الدعم للقناة بالاشتراك وتفعيل كل الاشعارات